موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم زميلاتي وزملائي أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين أحييكم جميعا بتحية الحق والعروبة وأقول لكم بمناسبة شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير ونحن الآن مقبلون على عيد الفطر السعيد فكل عام وأنتم بخير أيضا أشكر لكم الشكر الجزيل الثقة التي منحتموني إياها أنا وزملائي أعضاء مجلس النقابة لكي نتولى شؤون نقابة المحامين خلال هذه الدورة والتي نأمل إن شاء الله أن نلقى منكم الدعم الكامل والمتواصل حتى نحقق الأهداف المرجوة كما أتعلمون جميعا فأنا ترشحت ضمن برنامج نقابي وطني مهني قومي هذا البرنامج يرتكز على أسس شرحتها أثناء الحملة الانتخابية والآن نحن في طور تأكيد هذا البرنامج نسعى الآن في بداية عمل هذه الدورة إلى عدة أمور تتعلق بمهنة المحامى منها ما يتعلق بضبط المهنة والذي يرتبط بأمور عديدة منها الإقامة الدائمة والفعلية للمحامي ومعرسته الفعلية للمحامى داخل الأردن مراقبة هذا الأداء من حيث عدم موجود المحامي ملتحقا بأي وظيفة عامة أو خاصة دائمة أو مؤقتة أو أن لا يحترف التجارة وقد بدأنا بالفعل بتطبيق هذه المقولة وهذا الشعار من خلال رفع أسماء بعض الزملاء الذين لم تتوفر فيهم شروط المزاولة ونقلنا أسماءهم إلى سجل المحامين غير المزاولين أما فيما يتعلق بالتدريب فأنتم تعلمون جميعا أننا لسنا بصدد السير في محة تدريب المحامين وقد تم سحب هذا المشروع وبدأنا بإعادة النظر بمؤسسة التدريب ضمن قانون النقابة والنظام الداخلي المطبق والذي أعتقد جازما أنه يصلح تماما لإعادة هيكلة مؤسسة التدريب من حيث تشكيلها التي لم تتشكل حتى الآن لكن خلال الأيام القليلة القادمة سوف تتشكل هذه اللجنة وسوف تكون محور وعصب عمل نقابة المحامين لأن التدريب هو الأساس الذي نسعى إليه دائما لبناء مهنة المحامة من خلال الجيل الشاب كما تعلمون أيضا أن هناك مشاكل عديدة كانت تعترض عمل المحامي من خلال الحصانة والكرامة وقد بدأت منذ اليوم الأول بعمل الزيارات للمحاكم والتقيت بالزملاء القضاء وتم الاتفاق على أن يكون هناك احترام متبادل بين أطراف العدالة بين جناحي العدالة حتى نؤدي الخدمة الفعلية المطلوبة من كلا الطرفين ولذلك سعينا لأن نكرس العلاقة الحميمة بين القضاء والمحامة خاصة وأن هناك رئيس مجلس قضاء جديد هو زميننا القاضي الأستاذ محمد الغزو والذي تم اللقاء معه على أساس أن يتم التعاون بين هذين الجناحين المهمين قد نصل إلى عقد مؤتمر قانوني بين نقابة المحامين والمجلس القضائي وقد نتوصل أيضا حسب ما أشار إلى ذلك رئيس المجلس القضائي أن يكون هناك اجتماع دوري بين رؤساء المحاكم والمجلس القضائي ونقابة المحامين حتى نصل إلى حلول كافة المشاكل التي تعترض أداء الطرفين للعدالة ولمهنة المحامة والقضاء هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا تم اللقاء مع وزير العدل الذي وعد بأن يفسح المجال لإعطاء كل الدعم كل الدعم لعمل المحامي من خلال تنفيذ التوصيات التي نصل مجتمعين إليها لتحقيق الخدمة الأفضل من خلال تعزيز دوائر التنفيذ بموظفين جدد ومن خلال أتمتت عمل دوائر التنفيذ بحيث نصل إلى خدمة المحامي في مكتبه لأداء العمل التنفيذي بالطلب وبالتحويل المالي أي أمر يتعلق بقضية تنفيذية يستطيع المحامي في مكتبه أن يقوم بأي عمل دون الذهاب إلى دائرة التنفيذ هذا قد يستغرق بعض الوقت لكننا بدأنا إن شاء الله في عمان وسننتوصل إلى أداء هذه الخدمة لكافة مناطق المملكة في كافة محاكم البداية ودوائر التنفيذ لا شك تعلمون جميعا أن الحصانة والكرامة ليست مرتبطة فقط بالقضاء وإنما هي أيضا مرتبطة بدوائر الدولة المختلفة وسنسعى إلى أن يكون هناك تعاون مع مديرية الأمن العام مع وزارة الداخلية مع رئاسة الوزراء مع وزارة العدل مع كافة الجهات التي لها علاقة بعمل المحامي حتى نصل إلى السجون أو أماكن التوقيف أو البراكز الأمنية التي يتوجب أن توفر الكرامة والحصانة والاستقبال اللائق للمحامي وهذا إن شاء الله سيكون في أقرب فرصة ممكنة ونعدكم أن نصل إلى هذه النتيجة إن شاء الله كما تعلمون جميعا أن هناك كان خلل في أداء التأمين الصحي بدأنا في معالجة هذا الخلل وسوف بعد عيد الفطر السعيد إن شاء الله سوف نحقق النتائج المرجوة من خدمات التأمين الصحي بما يحقق الخدمة والكرامة للمحامي دون أن يحتاج إلى أي واسطة فقط مجرد مراجعة الجهة الطبية ويتلق الخدمة في أسرع وقت ممكن ويدفع المبلغ المالي المستحق عليها المالي 20% دون أن يتكبد مصاريف أكثر من هذا المبلغ وكما تعلمون أيضا أن الشركات لها مشوار طويل هذه الشركات الآن بحاجة إلى إعادة تبويب نظرا لوجود خلل في الأداء في السابق فكما تعلمون أن لجنة الشركات كانت تكلف بعض الزملاء لتحصيل الغرامات من الشركات وأنا كما ذكرت في السابق أن نقابة المحامين ليست جابية للأموال وإنما يجب عليها أن تحقق مصلحة المحامي لذلك بدأنا بموضوع التوكيل الإلزامي للشركات بحيث يجب أن توكل أولا المحامين ومن ثم بحث موضوع الغرامات وبدون التوكيل لن يكون هناك بحث للغرامات وسنستغل هذه الفترة إن شاء الله لكي نعيد ترتيب الشركات ولن يكون لأي عضو في لجنة الشركات أي دور في إقامة الدعاوة أو تحصيل الغرامات أو حتى تقاضي أي أتعاب من نقابة المحامين وسنسترد كل مبلغ دفع لأعضاء لجنة الشركات لأنه كما ذكرنا في السابق أن العمل في اللجان عمل تطوعي ولا يجوز للمحامي أن يتقاضى أي دينار عن عمله في هذه اللجان وسنسعى إلى أن يستفيد أكبر عدد من المحامين الزملاء في هذه اللجان زملاء العزاء كما تعلمون أيضا أن هذه النقابة دخلت في طور حرب شرسة مع موضوع ما صدر عن لجنة تطوير القضاء أو اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث التوصيات التي أصدرتها وتقدمت بها إلى جلالة الملك ومن ثم أخذت بها الحكومة وحولتها إلى مجلس النواب وأنا أقول لكم بهذه المناسبة أن قانون نقابة المحامين كان من ضمن القوانين المطروحة للتعديل حسب توصيات اللجنة الملكية لكنني بادرت فورا إلى طلب سحب هذا القانون الذي هو قانون نقابة المحامين من التعديلات من مجلس النواب طلبت من الحكومة سحبه لأن التعديلات المطروحة لم تطرح على الهيئة العامة وأنا أرفض أن يتم تعديل أي جزء من قانون نقابة المحامين أو الأنظمة إلا بعد موافقة الهيئة العامة لنقابة المحامين احتراما لها ولإرادتها وبناء عليه فتم طرح كافة القوانين التي أوسط بها لجنة تطوير القضاء دون قانون نقابة المحامين الآن يأتي دورنا لكي نحقق الغاية من تطوير القضاء بأن ننظر في القوانين التي طرحت على مجلس النواب وسوف يتم تشكيل لجنة قانونية مصغرة لكي تدرس هذه التعديلات ونقدم مذكرة خطية لمجلس النواب ولمجلس الأعيان حول هذه التعديلات ونوصي بما هو الهدف الأساسي من تطوير القضاء ليس بالشكل الخارجي وإنما نريد أن نصل إلى التطوير في الجوهر في أداء العمل القضائي من الداخل سواء العمل الإداري أو العمل القضائي أو العمل التنفيذي وكما تعلمون أن هناك تعديلات خطيرة منها ما يمس استقلال القضاء ومنها ما يمثل اعتداء على الدستور أو يحتمل هناك وجود شبهة دستورية فنحن الآن إن شاء الله نسعى لأن نكون داعم لتطوير القضاء سنسعى إلى حماية استقلال القضاء سنمنع أي تغول على القضاء سنكون سد منيعاً في المحافظة على استقلال القضاء وفي عمل القضاء أيها الزملاء أيضاً من ضمن البرنامج الذي كان مطروح والذي سيطبق إن شاء الله موضوع صندوق التقاعد لا شك أننا جميعاً نسعى إلى أن يكون صندوق التقاعد صندوق مدعوم ويتم استثماره بالشكل الصحيح حتى يؤدي الخدمة المطلوبة للتقاعد فكما تعلمون جميعاً أن صندوق التقاعد لديه الآن الحمد لله أموال لكن على المدى ليس بالبعيد وليس بالقريب وإنما المدى المتوسط قد يشكل خطر على صندوق التقاعد كما حدث في نقابة المهندسين ونقابة الأطباء نحن الآن نسعى إلى أن نشكل لجنة متخصصة للاستثمار هذه اللجنة يجب أن تكون مستقلة عن مجلس نقابة المحامين وليس لها علاقة بالمحامين وإنما من أصحاب الاختصاص حتى تدرس أوضاع صندوق التقاعد وتدرس موجوداته وتوصي مجلس النقابة بالقرارات اللازمة لكي نحقق الغاية من الاستثمار حتى ننمي الموجودات وأيضا من ضمن موجودات صندوق التقاعد كما تعلمون الأراضي التي تم شراؤها في كافة محافظات المملكة وقد اتخذ مجلس النقابة القرار بأن يتم إفراز هذه الأراضي إلى قطع حتى يتم بيعها لمن يرغب من الزملاء وإذا لم يتقدم الزملاء لشرائها سيتم بيع حتى نستثمر هذه الأموال ونطور صندوق التقاعد بما يؤدي الخدمة أيضا لكي نسعى إلى أن يكون هناك دخل شبه ثابت من هذه الاستثمارات يحقق الغاية من الإحالات على التقاعد والتي أصبحت الآن أعدادها أعداد كبيرة جدا نعمل من الله أن نستطيع أن نلبي حاجات الزملاء في صندوق التقاعد وإذا ما حققنا الغاية من الاستثمار قد نصل إلى رفع الراتب التقاعدي إلى 30 دينار عن كل سنة من سنوات المزاولة الفعلية ونأمل أن نصل إلى أعلى من هذا الرقم إذا ما حققنا الغاية التي هدفنا من خلالها ومن خلال إنشاء لجنة الاستثمار أو تشكيلها حتى نصل إلى استثمار شبه آمن لأنه لا يوجد هناك استثمار آمن وكما تعلمون أن الأراضي المملوكة لنقابة المحامين لا تستطيع النقابة أن تبيعها قبل أن تمر خمس سنوات على شرائها فمبدعيا الأراضي التي مر عليها خمس سنوات سنقوم ببيعها لمن يرغب منه الزملاء أما التي لم يمر عليها خمس سنوات فسنسعى إلى إفرازها انتظارا إلى الوقت المناسب حتى نصل إلى تحقيق الغاية التي أرادها الزملاء أيضا هناك نية لشراء أراضي أخرى وعقارات حتى نثبت موجودات نقابة المحامين بالعقارات والأراضي ما أمكن دون أن يحدث هذا خللا في أداء الرواتب التقاعدية للزملاء المتقاعدين إن أهم أمر الآن يواجه نقابة المحامين وكما تعلمون جميعا هو مراكز العون أو مراكز المساعدة القضائية التي الآن نحن في طور مواجهتها بكل جد وكل إخلاص وبكل حزم نحن نرفض أن يكون هناك أي أجسام موازية لنقابة المحامين نقابة المحامين هي المسؤولة أولا وآخرا عن موضوع المساعدة القانونية وهذا منصوص عليه في قانون نقابة المحامين منذ عام 1950 عندما تأسست هذه النقابة ولم تقصر هذه النقابة في دورها الذي قامت به منذ تأسيسها وحتى الآن بمساعدة المحتاجين لكن كما تعلمون أن مراكز المساعدة هذه تترقى تمويل أجنبي والقائمون عليها يتلقون أموالا لغايات أداء خدمة ليست مطلوبة في الأردن وإنما هم الآن يسعون من خلال هذه المراكز أن يتلقوا التمويل الأجنبي بحجة أن هناك حقوق إنسان وأن هناك أناس بحاجة إلى مساعدة قضائية لكنهم دخلوا على قضايا لا تحتاج إلى المساعدة مثل قضايا المخدرات وقضايا الجنايات الكبرى وقضايا ضريبة الدخل والجمارك وإزالة الشيوع والاستملاك لا بل زادوا على ذلك بأنهم يدفعوا الرسوم عن رسوم الدعاوة عن هؤلاء الأشخاص رغم أن المحاكم وكما نعلم جميعا تؤجل دفع الرسم لمن هو غير قادر على رفع رسم الدعوة التي يريد إقامتها إذا كان غير قادر على دفع هذه الرسوم فتؤجل له المحاكم الرسم ومع ذلك فإن هذه المراكز تدفع كامل الرسوم عن هؤلاء الأشخاص بداعي أنهم غير قادرين رغم أن هناك قدرة لدى المحاكم على اتخاذ مثل هذا القرار وهذا يدل على شيء يدل على أنهم ليست غايتهم مساعدة من هو محتاج لإقامة الدعوة وأنما غايتهم غاية أخرى أن يكونوا جسم بديلا لنقابة المحامين وهذا لن يكون بإذن الله وسنواجهه باتخاذ الخطوات اللازمة وكما ذكرت هي أربع خطوات الخطوة الأولى مخاطبة النائب العام لكي يقوم بإغلاق هذه المراكز لأنها غير مرخصة لممارسة مهنة المحامة فكما تعلمون أن مزاولة مهنة المحامة تمنح للشخص الطبيعي ولا تمنح للشخص الاعتباري وهذا المراكز هو عبارة عن شركات وهذه الشركات لا يجوز لها أن تمارس مهنة المحامة حتى وإن كان القائمون عليها يملكون رخصة محامة أو ممارسة مهنة المحامة لكن الشركة لا تستطيع أن تمارس مهنة المحامة وهذا يجب أن يتم إغلاق هذه المراكز بموجب قانون نقابة المحامين الأمر الآخر سنتقدم بإذن الله بشك وجزائية ضد أصحاب هذه المراكز كونهم يمارسون أعمال مهنة المحامة دون ترخيص القانوني إضافة إلى الإجراء الذي سوف تتخذه النقابة بحق المحامين الذين تجاوزوا على نقابتهم ومارسوا أعمال المساعدة القانونية خلافا لإحكام قانون نقابة المحامين ويجب أن يتم تحويلهم إلى المجلس التأديبي ومنعهم مؤقتا من مزاورة مهنة المحامة وأقول للزملاء الذين يعملون براتب ضمن هذه المراكز نحن نشعر معكم أنكم عملتم لدى هذه المراكز كونكم بحاجة مادية لكي تخضوا العيش الكريم لكن أنا أقول لكم أن هؤلاء أصحاب هذه المراكز يدفعون لكم الفتات ويأخذون كافة الأموال التي تأتي إليهم وأنتم من يعمل على الميدان فنقول سنمهلكم مهلة كافية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر حتى تتمكنوا من رفع المعاناة عن أنفسكم إضافة إلى أن النقابة سوف توفر لكم العمل اللائق من خلال إقامة الدعاوة على الشركات الملزمة بالتوكيل قانونا والتي لم تقم بتوكيل محامي وبطالبتها بالغرامات وسوف يتم دفع أتعاب لكم من نقابتكم لقاء ذلك وهذا سيوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من زملائنا المحامين سواء العاملين في المراكز أو غير العاملين في المراكز وسندعمكم بكل قوة حتى نحقق الغاية التي نريد في نقابة المحامين الزميلات والزملاء لا شك أن نقابة المحامين لها دور رئيس وأساس في موضوع التعديلات أو القوانين التي تصدر أو التشريعات التي تصدر عن مجلس الأمة وتحال إليها من الحكومة سنكون أول من يدعم ويصوب الأخطاء أو يقدم المقترحات المفيدة للتعديلات القانونية أو لإصدار القوانين والأنظمة وستكون هناك لجنة قانونية تدعم هذا الموضوع سنكون دائما وأبدا في وجه أي خلل قانوني يصدر عن مجلس النواب سنعمل على مساعدة اللجنة القانونية في مجلس النواب وفي مجلس الأعيان لكي نصل إلى صياغة تشريعية سليمة تؤدي الغرض غير قابلة للتأويل تسهل عمل القاضي والمحامي في إقامة الدعاوة أو في إصدار الأحكام القضائية سواء من المحامين أو القضاء وهذا واجبنا الأساسي كقانونيين وكمحامين وكمشرعين أيضا سوف نعمل على أن يكون لنا دور رئيس وأساسي في هذا الموضوع لا ننسى أن نقابة المحامين لها دور وطني فنحن كما تعلمون نقابة المحامين هدفها الأساسي حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان لذلك هناك لجنة للحريات العامة وحقوق الإنسان تشكلت في نقابة المحامين ولها دور على مدى عقود في نقابة المحامين همها الأول والرئيسي الأساسي والمدافعة عن كل مظلوم حماية حقوق الأفراد منع تغول السلطة التنفيذية على أي سلطة أخرى أو تغول أي سلطة أخرى على السلطة التنفيذية مبدأ الفصل بين السلطات يجب أن يحترم يجب أن تكون نقابة المحامين كما تعلموا دائما هي الواجهة الرئيسية والأساسية في مواجهة الحكومة في أي قرارات قد تكون ضد مصلحة المواطنين ومصلحة الشعب يجب أن تكون نقابة المحامين الرقيب الرئيسي والأساسي على أي أمر يمس حريات وحقوق الأفراد سواء كان من خلال القرارات الحكومية أو من خلال تنفيذات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختلفة وبناء عليه سوف ننطلق إلى المحور الأخير من حديثي عن هذا البرنامج وهو أن نقابة المحامين هي جزء من اتحاد المحامين العرب وهذا الاتحاد كما تعلمون من أهدافه الرئيسية هو تحرير فلسطين مقاومة التطبيع مقاومة العنصرية والصهيونية هذا الاتحاد هدفه الأساسي وحدة هذه الأمة التي نسعى إليها أقول لكم في الختام شكرا لكم على ثقتكم وشكرا لكل من دعم وصولنا إلى مجلس النقابة عاش الأردن عزيزا منيعا قويا بوحدته الوطنية ووحدة أبنائه عاشت نقابة المحامين وعاشت مهنة المحامة وعاشت فلسطين محررة وعاش أسرانا ومعتقلين والمجد والخلود لشهدان الأبرار والحرية للمعتقلين والأسرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة